أدان الأردن انتهاكات الاحتلال المتجددة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والتي كان أخيرها اقتحامات المستوطنين اليهود بعداد متزايدة للمسجد الأقصى المبارك ووزير الدولة لشؤون الإعلام ناطق رسمي باسم الحكومة أكد أن مثل هذه التصرفات المرفوضة والمدانة تمثل أعمالا استفزازية غير مسؤولة من قبل سلطات الاحتلال مثل ما تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في كل مكان كما أنها تمثل انتهاكا لالتزامات دولة الاحتلال مشددا على أن مثل هذه التصرفات تسيء للعلاقات بين البلدين وتقوض الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كما تسيء للجهود الدولية المبذولة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية